كان هذا آخر ظهور للرئيس الروماني تريان باشيسكو يوم أمس في بوخارست مصير هذا الرجل الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات والذي علقت مهامه مؤخرا مرتبط إلى حد كبير بنسبة المشاركة إذ أن نتيجة الاستفتاء لن تعتبر نافذة ما لم يدلي أكثر من نصف الناخبين المسجلين البالغ عددهم أكثر من ثمانية عشر مليون شخص المفاوضية الأوروبية اتهمت الحكومة الرومانية بأنها أساءت بشكل منهجي إلى دولة القانون وخصوصا عبر مهاجمة المحكمة الدستورية وقضاتها ولم يوفر تحالف يسار الوسط بقيادة الاشتراكي الديمقراطي فيكتور بونتا أي جهد لتعبئة الناخبين لإزاحة الخصم ويقول أحد الناخبين عند خروجه من قلم الاقتراع لقد صوتوا لسياسيين يسهرون على ازدهار رومانيا وليس لسياسيين يعتمدون المحسوبية في سياساتهم فالاختبار الذي يخضع له باشيسكو ليس الأول من نوعه عام 2007 جل استفتاء مماثل إذ اتهم وقتها الرئيس بالفساد وبانتهاك الدستور لكن نتيجة الاستفتاء يومها جاءت لصالحه وتمكن من البقاء في السلطة فهل سيستطيع هذه المرة أن نفاذ من مصير يبدو أكثر سوادا؟ الإجابة بدءا من هذا المساء ترجمة نانسي قنقر